مرحبا جميعا اهلا بكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة ان شاء الله اريكم كم من فكرة لتزين دفاتر المدرسة ولكن قبل ما نبدأ اكتبوا لي تحت في الكمانت فضلكم كم سنة وتتخرجوا من المدرسة او من الجمعة اعنى في صيفة لي سنة ان شاء الله وتخرج من الجمعة وحبا كمان اشكر كيم روز لانها تفرجت على الفيديو اللي فات اذا حبين ان الكمانت بتاعكم يتحط في الفيديو اللي جاي ان شاء الله علقوا تحت بهاشتاج جيش الاشعارات واختار واحد من الكمانت علشان احطوه في اول الفيديو اللي جاي ان شاء الله ويلا بينا نبدأ باول فكرة معانا للنهاردة هنحتاج ورق ملون بتلات الوان الاحمر والابيض والاخضر وهنجيب الدفتر بتاعنا اللي احنا عايزين نغير من شكله وهنجيب الصمخ بتاع الورق وهنلزق الورق الحمرة في الاول على الدفتر اذا في زيادات حوالين الدفتر وصوها بالمقص مش هنبقى محتاجينها في حاجة الخطوة اللي بعد كده هنجيب الورق الخضراء والورق البيضاء وهنقصهم بشكل شرايط الورق البيضاء قصتها بحوالي 5 سنتي والورق الخضراء قصتها بحوالي 4 سنتي وبعد كده نلزق الاول الورق البيضاء وفقية هنلزق الورق الخضراء اخر خطوة علشان نخلص الشكل ده هنجيب الام السود وهنبدأ نحن نرسم البذور بتاعة البطيخ على اللون الاحمر وبس كده نكون خلصنا الفكرة اللي بعد كده هنحتاج ورق اسود وهنحتاج كمان للدفتر اللي احنا عايزين نغير من شكله هنغلف الدفتر بالورق الاسود بتاعنا بعد كده هستخدم ألم دهبي الألم ده اسمه ألم دوكو دهبي متوفر في مكاتب كتيرة كبيرة زي مثلا مكتبة ألوان هنبدأ نرسم أي حاجة احنا حبنها رسمت مجموعة من القلوب عليها وبكده نقدر نقول ان احنا خلصنا الفكرة الثالثة اللي بعد كده هنجيب الدفتر بتاعنا وهنغلفوه بالورق الابيض بعد كده لكم حرية الاختيار بحكتين اما انكم تقصوا ورق ملونة بشكل عريض بحيث ان احنا نلزقها من الجنب او انكم تستخدموا تايب عريض ملون زي ده انا هستخدم تايب العريض ده وهلزقوا من قدام ومن وره بحيث انه يديني زي شكل كده من الجنب وبعد كده هجيب الألم الاسود بتاعي وهبدأ احطه نقاط بشكل عشوائي جدا على الدفتر وبعد كده الصيط مستطيل صغير من ورق ملون ولزقته بصمغ الورق على الدفتر بحيث ان انا اكتب اسم المادة اللي انا عايزة الدفتر ده يكون لها الفكرة اللي بعد كده من اكتر الافكار اللي بحبها هتجيبوا دفتر وهتطبعوا خلفية لأي حاجة انتم بتحبوها هتاخدوا الحجم بتاع الخلفية وهتحددوه بالقلم الرصاص وهتقصوا الزيادات اللي احنا مش محتاجنها وبعد كده باستخدام صمغ الورق هنلزق الخلفية بتاعتنا على الدفتر علشان اغطي الحتالة في الجنب هستخدمه شتيب لونه اسود علشان يديله كمان شكل احلى وبس كده نكون خلصنا الفكرة ربعة اللي معانا للنهاردة الفكرة الخمسة والاخيرة سهلة جدا وبسيطة جدا كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنغلف الدفتر بتاعنا بالورق الابيض وبعد كده باستخدام المصدرة هرسم خطه بالطول باللون الاحمر او البينك وبعد كده هبدأ ان انا اعمل سطور بحيث ان احنا عايزين نطلع معانا شكل زي ورائط الدفتر حددت صنطي واحد من كل سطر والتاني علشان يكون سهل بالنسبالي ويكون مزبوط بقدر الامكان بعد ما نخلص السطور بتاعتنا هنكتب اي جملة احنا حابن نكتبها على الدفتر انا كتبت love yourself تقدروا تكتبوا اي حاجة انتم حابنها عادي وعلشان تحمل دفاتر بتاعتكم اكتر اتأكدوا منكم تغلفوها بالجلاد الشفاف علشان توعد معاكم فترة اطول وبس هو دا فيديو النهاردة اتمنى ان انا اكون فيدكم اذا طبقتم اي حاجة من اللي عملناها النهاردة متنسوش تبعتولي تطبقتكم على حسابي في انستجرام او تويتر حد نشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله كنوا بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة